اشتركوا في القناة والشرائع السابقة يقول رحمه الله لو خاصمنا أحد في صحة الدين الإسلامي نستطيع أن نخصمه بإثبات المعجزة الخالدة له وهي القرآن الكريم وهذا قد شرحناه شرحا واضحا مسهبا إلى قوله اتفتوا إلى قوله فكيف يجوز لهؤلاء النصارى واليهود أن يطمئنوا إلى عقيدتهم ويركنوا إلى دينهم قبل أن يفحصوا عن صحة الشريعة اللاحقة لشريعتهم كالشريعة النصرانية بالنسبة إلى اليهود والشريعة الإسلامية بالنسبة إلى اليهود والنصارى بل يجب بحسب نظرة العقول أن يفحصوا عن صحة هذه الدعوة اللاحقة فإن ثبتت لهم صحتها انتقلوا في دينهم إليها وإلا صحة لهم في شريعة العقل حينئذ البقاء على دينهم القديم والركون إليه يقول رحمه الله نحن آمنا باليهودية والنصرانية بإيماننا بالقرآن الكريم ولولا أن المعجزة هذه الباقية الخالدة لولا أنها نصت على دين سابق لما طررنا للإيمان به لأنه نقل فيجب أن نبحث في هذا المنقول صحة وفسادا يقول رحمه الله أما بالنسبة لنظرائنا وإخواننا من أديان من أصحاب أديان سابقة من أتباع ديانات سابقة لنأخذ الموسوية مثلا فإن الموسوية من دياناتنا نحن لكن جاء بعد الموسوية بعد اليهودية جاء ديانة نصرانية عيسوية أيضا آمنا بها بالقرآن يعني بنقل القرآن لها أقول الموسويون تبنوا دينهم إبان خطاب النبي موسى عليه السلام لهم ثم جاءت ديانة أخرى تخاطبهم تنسخ لهم أحكامهم توضح لهم بعض ما يجهلون تزيد لهم في دين وتضيق لهم في دين فوجب عليهم بحسب العقول والفطرة أن يفحصوا حتى يثبتوا أو ينفو العقيدة الجديدة التي تخاطبهم فهم معنيون ثم للإخوة النصارى قد آمنا نحن المسلمين بدينكم بإيماننا بالقرآن لكنكم خطبتم بالقرآن كما خطبنا وإن القرآن ينظر إليكم ويهدف إليكم فوجب عليكم بحكم العقل والفطرة أن تستمعوا إلى القرآن الذي يتضمن دينكم فيخاطبكم والذي يعطيكم دينا فيخاطبكم فوجب عليكم أن تنظروا في صحة هذا الدين الجديد الذي يخالف بعض أحكامكم تماما كالعاقل الذي وضع أمام خيارين لا يستطيع الجمع بينهما والأخذ بهما معا ولا يستطيع الترك لهما لأنه كان على يقين من صحة أحد الخيارين الآن يخاطب بالخيار الثاني فكيف يفعل العاقل؟ أعيد العاقل هو الذي يحكم عقله في خياره فلو أن فكرتين متعارضتين خاطبتاه معا إحدى الفكرتين تثبت والثانية تنفي فهو كعاقل لا يتمكن من الأخذ بهما لأن الإنسان لا يخلو إما هو تارك وإما هو فاعل أنت إما قائم وإما قاعد أنت إما موحد وإما مشرك أنت إما مؤمن وإما كافر بأي شيء أنت إما تأخذ وإما تترك الديانتان المعنيتان في كلامنا هما فكرتان واحدة تأمر والثانية تنهى واحدة تفرض والثانية ترفض واحدة تحملك والثانية تتركك فأنت لا تستطيع أن تأخذ بالخيارين معا السلب والإيجاب لا تستطيع أن تأخذ بالموجب والسالب معا فوجب عليك البحث بينهما ووجب عليك البرهنة على صدق أي منهما فهذا خطاب العقل وخطاب القرآن لإخواننا أدياء أبناء الديانات السابقة قال أما المسلم كما قلنا فلا يطالب بالبحث عن اليهودية والبحث عن النصرانية لماذا؟ لأنه إنما آمن باليهودية المنقضية والمسيحية المنتهية لأنه آمن بالقرآن ولولا إيمانه بالقرآن لما آمن بهما فالآن أمامه خيار واحد لا خياران ما هو الخيار الواحد؟ يؤمن بالقرآن الذي نص على اليهودية والنصرانية المنقضيتين المنتهيتين فآمن بهما منتهيتين ما آمن بهما قائمتين أعيد القرآن الكريم ألزمك بالإيمان بعد أن آمنت بالقرآن ألزمك بالإيمان بيهودية كانت وانتهت وألزمك بالإيمان بنصرانية كانت وانتهت فلا تلزم أنت كقرآني أن تبحث في الديانتين السابقتين لأن القرآن الكريم يقول لك هما انتهتا هما انتهتا أو انتهيتا انتهتا فلم تبقيا وليستا من الشريعتين وليستا من الديانة المخاطب بها أنت الآن أما المسلم فإنه إذا اعتقد بالإسلام لا يجب عليه الفحص لا عن الأديان السابقة على دينه ولا عن اللاحقة التي تدعى إذا بالنسبة للماضي فهمنا لأنك آمنت بالقرآن بهما منتهيتين أما عن الديانات اللاحقة فهي باطلة جزما لماذا لأن القرآن الكريم لما آمنت به نص على أنه الدين الواحد الفارد الخالد فلا ديانة حية قبله ولا ديانة صحيحة بعده لأنك آمنت بصاحب الشريعة صلى الله عليه وآله آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله كنبي ورسول وخاتم للأنبياء فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله لا نبوة بعد نبوة المعظم صلى الله عليه وآله فلو جاءك أحد الآن وقال أنا نبي تلزم أنت بالاستماع إليه وتلزم بالاختبار له أو أنك لو التزمت بمخاطبته فإنما هو من باب الجدل نعم من باب الجدل لأنك سلفا أنت حاكم عليه بالضلال والخطأ لماذا لماذا لأن الخيار الأول قطعي عندك ما معنى قطعي يعني يقيني يعني آمنت بيقين بصحة القرآن ومن يقين القرآن أنه يقول لا نبوة بعدي لا ديانة بعدي فإذا احتملت أنت صدقا في نبوة لاحقة فهذا يقودك إلى أنك لم تكن تؤمن بالقرآن يقينا لأنك لو آمنت بالقرآن يقينا فإن القرآن يقول لا نبوة بعدي لا ديانة بعدي إذن أما السابقة فلأن المفروض أنه مصدق بها فلماذا يطلب الدليل عليها بس أنت مصدق بها أنها انتهت وإنما فقط قد حكم حكما له بأنها منسوخة بشريعته الإسلامية يعني أنت على يقين من وجود الديانة اليهودية قطعا ولو أنكرت الديانة اليهودية والمسيحية لكنت منكرا للإسلام أصلا لأن القرآن هو دستورك وهو شريعتك تأمرك بالإقرار باليهودية والنصرانية ومن تقدمنا من الشرائع لكنك أيضا تؤمن بأنها ديانات منتهية منسوخة فلا يجب عليه العمل بأحكامها ولا بكتبها لأنها منسوخة منسوخة يعني انتهى مفعول العمل بها وأما اللاحقة فلأن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله محمد صلى الله عليه وآله قال لا نبي بعدي وهو الصادق الأمين وأن القرآن نص على ختام النبيين نص على ختام النبيين بمحمد صلى الله عليه وآله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلماذا يطلب الدليل على صحة الدعوة دعوة النبوة المتأخرة إن ادعاها داعٍ أو إن ادعاها مدعٍ نعم على المسلم بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله واختلاف المذاهب والآراء وتشعب الفرق والنحل فرقة تدعي صواباً وأخرى تدعي ضلالها وثالثة تدعي ضلالة الأولين ورابعة وخامسة وسادسة فوجب على المسلم بعد هذا الشتات والتشعب في الآراء أن يسلك الطريق الذي يثق فيه أن يوصله إلى معرفة الأحكام المنزلة على محمد صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله هذه عبارة لطيفة جداً من المحقق المضفر رحمه الله يشير فيها إلى أنه لا يتطاول علينا الجاهلون والقاصرون أنكم لماذا تتمسكون بأبحاث العقيدة والنبوة والإمامة كما هو المعروف من مذهبنا الشريف العصمة الإمامة الإلهية التزديد الإلهي العدد في الآئمة الخصائص التي مثلت عقيدتنا الإمامية الكريمة لماذا؟ نقول ببساطة وبأسهل خطاب أخوي لإخواننا من غيرنا نقول لأن الأحكام المأمورون لأن الأحكام التي نؤمر بها عملاً وفقهاً واتباعاً وصلت إلينا عبر ما نسميه بالسنة وتفسير القرآن الكريم وصل إلينا عبر المسمى بالحديث وَلَمَّا كَانَتِ الْأَحَا دِيثُ وَالسُّنَّةِ يُنْسَبُ إِلَيْهَا كُلُّ هَذِهِ الْفِرَقِ فَصَارَ لُزُومًا وَلِزَامًا لزاماً علينا أن نبحث عن أي السنن نريد وأي السنن نريد وإلى أي الصحابة نرجع وإلى أي القائلين نعود ومن أي القائلين نأخذ فصار لزاماً علينا أن نبحث في التاريخ عن سلامة مسلك الرجال الراوين وأن نبحث في الأحاديث المروية عن الأصحاب التي تخالف العقل والنقل في القرآن أو تلك التي تفسر القرآن وأن نميز بين الغث والسمين ولو بحثنا في تاريخنا عن عاشراء وما حل فيها لبحثنا عنها بمعايير عدة واحد من هذه المعايير أن من يجرؤ على قتل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله المتمثل بالحسين في كربلة فلن يكون أميناً على دين محمد بن عبد الله فكيف تأخذون دينكم منه والصحابة الذين أقيمت عليهم الحدود أو ثبتت في ذمتهم حدود من فواحش وقتل وشرب لخمر وإعلان بفسق وفجور كيف يؤخذ عنهم الدين ويكونون عادلين إذا ما بحثنا بعد هذا الزمن الطويل عن عدالة الأصحاب وفسقهم عن تدين الأصحاب وردتهم عن إيمانهم وعدم إيمانهم فلأننا مضطرون أن نبحث عن من نأخذ ديننا فإننا وجدنا في التاريخ ورأينا أصحاباً يقتل بعضهم بعضاً وأصحاباً يخرج بعضهم على بعض وأصحاباً يكفر بعضهم بعضاً فوجدنا أن الصحابة أجمعوا أو يكادون على تكفير الحاكم الثالث عثمان فقتلوه ومنعوا دفنه في مقابر المسلمين وهم صحابة فهل الصحابة مشرعون أو مؤتمنون وإذا كانوا كذلك كما هو المعروف عند مشهور إخواننا أبناء المذاهب الأخرى فهم محرجون أيكفرون الخليفة أو يكفرون الصحابة فإن الصحابة من أهل مصر والبصرة والمدينة ومكة أجمع أمرهم على تكفير الخليفة وقتله فبأي الرأيين يأخذون بالخليفة وأنه مظلوم وهو صحابي قتيل أم بالقاتلين وهم صحابة عادلون أهكذا يكون أخذك للدين وهذه الجمل وما جرت الجمل في خروج لصحابة وبينهم أم المؤمنين خرجوا على إمام زمانهم باعتراف كل المسلمين أفهم معذورون أو أن الخليفة علي عليه السلام معذور أم أن القاتل والقتيل معذور أم أن الجلاد والضحية مأجور أم أن وأن أهكذا يحكمون أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى لابد لابد ببساطة في التعبير وسلامة في التفكير أن نرجع إلى ماضي المسلمين لأن ماضي المسلمين قناة لنا وطريق لنا وإثبات لديننا فلابد لابد أن نميز بين القنوات وأن نميز بين الطرق والسبل حيث نأخذ ديننا عما ونأخذ أحكامنا ممن من أمراء للمؤمنين يقتل حاكم حاكما فالمتزعم أمير أو من طريد من رسول الله يصير أميرا على المؤمنين مروان ابن الحكم مثلا أو 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 فيقول رحمه الله أن يسلك الطريق الذي يثق فيه أن يوصله إلى معرفة الأحكام المنزلة في أحكام منزلة من الله عز وجل على سيد الرسل صلى الله عليه وآله أمنها المعظم صلى الله عليه وآله عند الضحايا في محارب الكرامات عند علي وأبناء علي يؤخذ منهم ديننا يرجع إليهم فاللاحق بهم ناج والمتقدم عنهم هالك والمتأخر عنهم هالك هذا مقال النبي صلى الله عليه وآله عند المسلمين عموما ونادين بيننا وبين الله عز وجل لصحابة أطقياء شرفاء حفظوا الدين ومهدوا لشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وحشرنا الله وإياهم معه وندين بيننا وبين الله عز وجل بفسق في بعض الأصحاب بل ونفاق في بعضهم وهذا القرآن الكريم يطلى على مسامع المسلمين أن في المدينة الرجال مردوا على النفاق وأن الله عز وجل هددهم إذا مرتدوا أن يأتي بقوم لا يكونون أمثالهم وهذا القرآن الكريم يذكر مخازية وموبقات عن بعض الأصحاب أفهل يكونون سواء ما لكم كيف تحكمون أقول لأن المسلم مكلف بالعمل بجميع الأحكام المنزلة في الشريعة كما أنزلت ولكن كيف يعرف أنها الأحكام المنزلة كما أنزلت والمسلمون مختلفون والطوائف متفرقة فلا الصلاة واحدة إلا في عنوانها ولا العبادات متفقة إلا في عنوينها ولا الأعمال في جميع المعاملات على وتيرة واحدة وتشتت مذاهب وطرق وآراء وكله رأي ينسب إلى صحابي فبأيهم اقتديتم اهتديتم هذه دعوة إلى الضلال هذه دعوة إلى الضلال يعني هذا دعوة إلى الاقتداء بالقاتل أو بالقتيل دعوة أن تقتدي بالصحابة في قتل الخليفة لأنهم على هدى أم بالخليفة لأنه على هدى أم تقتدي بهم جميعاً وما أجمل ذلك المعنى التاريخي طبعاً ما أجمله من باب المرارة يعني حلو على مرارته أنه قال لسادن على قبر قبر من هذا؟ قال هذا قبر سيدنا حجر بن عدي رضي الله عنه قال حجر عراقي علامة يدفن في بلاد الشام وحوله قبور يظهر أنها مجزرة لجماعة قال نعم قتله وأصحابه سيدهم معاوية رضي الله عنه قال علامة قال لأنهم كانوا من أتباع وأصحاب سيدنا علي رضي الله عنه رضي الله عمًا عن القاتل والقتيل والمقتول بسببه رضي الله عن الجلاد ورضي الله عن الضحية رضي الله عن السياف ورضي الله عن العنق الذي قطع رضي الله عن الحسين ورضي الله عن عمر بن سعد ورضي الله عن من قتل حسينا رضي الله عن من فإن الله عز وجل فإن الله عز وجل قد حكمك في أمور بتحكيم عقلك وفطرتك فماذا يصنع بأي طريقة من الصلاة إذن يصلي وبأي شاكلة من الآراء يعمل في عباداته ومعاملاته كالنكاح والطلاق والميراث والبيع والشراء وإقامة الحدود والديات وما إلى ذلك ولا يجوز له أن يقلد الآباء لأن الأخذ بآراء الآباء كالاختيار لك وكالانتقاء منك فإن الآباء ليسوا بحجة عليك ويستكين إلى ما عليه أهله وأصحابه بل هو وربك التقليد الباطل في كتاب الله عز وجل بل لا بد أن يتيقن بينه وبين نفسه وبينه وبين الله تعالى فإنه لا مجاملة هنا ولا مداهنة ولا تحيز ولا تعصب أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى وأنا أنصح نفسي وأعظ إخوتي وألفت عناية إخواننا من أبناء المؤمة الإسلامية جمعا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله صاحب الشريعة صاحب الشريعة السمحة قد نص وعيا وبيا وقال أنا أريحكم لو كنتم تسمعون إذا اختلفت الآراء وتشعبت الأهواء فإني أنصب لكم علما عمودا يراه كل ذي عين يلوح لكل الناظرين إذا اختلف عليكم الحق فهذا علي مع الحق وإذا اختلف بكم الحق فإن الحق مع علي فإذا ظلت الآراء وتشتتت الأهواء وكل ادعى فوزا بصراط سوي فإني أنصحك بالنظر إلى جهة علي حيث ما كان علي فإن الحق معه يدور الحق مع علي كيفما دار وإن النبي صلى الله عليه وآله قد نص بإجماع الفريقين على عصاميين على دوائين على شفاءين على توأمين ينصح الرب عز وجل عباده بالاتباع به اتباع إليهما معا القرآن والعطرة فما اشتبه عليك من أمر القرآن فرده إلى العطرة المحمدية الكريمة فإنه عدل القرآن الكريم نعم لا بد أن يتيقن بأنه قد أخذ بأمثل الطرق التي يعتقد فيها بفراغ ذمته بينه وبين الله من التكاليف المفروضة عليه منه سبحانه وتعالى ويعتقد أنه لا عقاب عليه ولا عتاب منه وعفكرة نحن في تقديسنا للمعظم صلى الله عليه وآله وفي أمره صلى الله عليه وآله ونهيه لنا لا نفترق عن الأصحاب الكرام الذين خاطبهم النبي بأحكامنا وخاطبنا بأحكامهم فحالنا وحالهم سواء فكما كانوا مأمورين منهيين نحن أيضا مأمورون منهيون وفي الرسالات لا يموت الرسول فنحن مخاطبون منه صلى الله عليه وآله كما خوطبوا فوجب علينا أن نفرغ ذمامنا كما أفرغوا ذمامهم ولا يجوز أن تأخذه في الله لوم تلائم أيحسب الإنسان أن يترك سدا بل الإنسان على نفسه بصيرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وأول ما يقع فيه التساؤل فيما بينه ما يقع التساؤل فيما بينه وبين نفسه أنه هل يأخذ بطريقة أهل البيت أم يأخذ بطريقة الخلفاء ثم إذا أخذ بطريقة الخلفاء بأي طريقة الخلفاء يأخذ بطريقة الخلفاء قبل علي عليه الصلاة والسلام وفيهم قتيلان وفيهم قتيل أجمع الصحابة على تكفيره أم يأخذ بشريعة الخلفاء الأمويين وفيهم أمير للمؤمنين منحوس مركوس معلن بالفسق والفجور قاتل محمد صلى الله عليه وآله المتمثل بالحسين في كربلة أم يأخذ بشريعة الخلفاء العباسيين وفيهم من فيهم وعلى رأس من فيهم متغطرس اسمه المتوكل أم يأخذ بشريعة العثمانيين وهم خلفاء صلاطين أم يأخذ بشريعة رؤساء البلاد الإسلامية وحكام الأمة الإسلامية فمن إمامكم ومن إمام زمانكم الذي أمرتم من قبل نبيكم صلى الله عليه وآله بالبيعة له وأن من مات وليس في عنقه بيع لإمام بعد ميتة جاهلية فمن إمام زمانكم عجل الله فرج إمام زماننا صلوات الله عليه وهو عدل القرآن الخاتم من الأئمة الكرام عليهم السلام أقول فبأي الطريقتين يأخذ بطريقة الخلفاء أم بطريقة أهل البيت عليهم السلام فبطريقة الخلفاء بأي طريقة الخلفاء يأخذ بطريقة خليفة أوقف الحدود ولم يقم حدا على زان هاتك فاتك قتل الشهيد مالك بن نويرة واغتصب أهله وهتك وفتك في ديرته أم بأمير آخر أم بخليفة رابع سادس تاسع أم بخليفة أموي أم بخليفة عباسي أم بخليفة عثماني وتاريخ المسلمين وربك أسود أو أحمر وإذا أخذ بطريقة آل البيت عليهم السلام فهل الطريقة الصحيحة طريقة الإمامية الاثنى عشرية أم طريقة الإخوة الزيدية أم طريقة الإخوة الإسماعيلية أم طريقة أم طريقة أم طريقة فمن والى عليا عليه الصلاة والسلام استمر في بنيه كما نص النبي صلى الله عليه وآله على أعداد عطرته والأمة من بعده كما ذكر ذلك في نبيع المودة وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصار رحمه الله وسواه أيكفي مشايعة علي ومبايعة علي في أخذه بدين ينسب إلى علي فإن الذين شايعوا علي وأعلنوا ولاء علي في مقابل الحكام بعد النبي هم كثر أيضا فبأي طريقة منسوبة إلى علي وآل البيت يأخذ بطريقة الاثنى عشرية أم بطريقة سواهم ممن وقف على السجاد عليه السلام وصار من بعده إلى زيد الشهيد رحمه الله أم من استمر إبن الباقر عليه الصلاة والسلام قولا واعتقادا ثم من بعد الباقر إلى جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهم جميعا ثم من بعد جعفر صلوات الله على جعفر المعظم ثم ثم إلى آخره ثم إذا أخذ بطريقة أهل السنة فمن يقلد من المذاهب الأربعة هذا كتقليد فقهي ومن شعاره وخليفته أو من غيرهم من المذاهب المندرسة كالمدرسة المنسوبة إلى الإمام الأوزاع مثلا أو الثور مثلا أو سواهم وهكذا يقع التساؤل لمن أعطي الحرية في التفكير والاختيار حتى يلتجئ إذن الحق إلى ركن وثيق ولأجل هذا وجب علينا بعد هذا أن نبحث عن الإمامة وأن نبحث عما يتبعها في عقيدة الإمامية الإثنى عشرية بحول الله وقوته وصلى الله على محمد وآله الطاهرين